موسيقى عالفي صرحنا وسط السحمة والحلو كده اتقاص وتيوب احنا اي مجلة مسحنا جمع عندنا كده ودراس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من برنامجكم قصصات حريمي هنتكلم النهاردة عن الفرق ما بين العادات والمورصات الثقافية في مصر بل في المنطقة العربية والاختلافات بينها وبين الثقافات الأخرى هنتكلم النهاردة عن عادات الزواج الغريبة هنتكلم النهاردة عن العادات والتقاليد في الاجتماعات في تربيت الطفل في اكتر من حاجة من حياة المرأة العربية والفرق بينها وبين الغربية هنتكلم على اكتر وحنقارن ما بين اكتر من ستين دولة حول العالم بس قبل ما نخطف تفاصيل عناصر الموضوع النهاردة خلونا نرحب بالاستاذ حسين فاهمي مدير عام باحدة شركات الطيران العالميين اهلا نستاذ حسين اهلا نستاذ حسين كده لفت كم دولة اكتر من خمسين ستين دولة اقامات على فترات مختلفة تمام طيب احنا في الاول عايزين نعرف المشاهدين ايه الفرق بين المعتقد والعادة او العادات التقالي ايه الفرق بينها وما بين يعني ايه معنى المعتقد المعتقد هو المورسات رصخة في ازهان الشعوب وازهانها ما نموا عليه وظهروا عليه على مستوى من الاجداد من الاجداد منقول ومنتقل عبر العصور عبر الاجيال وعبر العصور بمعنى ان النهاردة كل يعني ما بيقوله شعب حضارة سبعة تلاف سنة هو فعلا بتبقى حاجات تطورت معجنات الانسان المصري بتظهر دايما في الصعاب والحاجات دي طيب لو قلنا نخلينا مع اول حاجة الفرق بين نمط المرأة المصرية او العربية وفرق بينها وبين المرأة في الثقافات الاخرى المختلفة اه المرأة تحديدا في معظم الثقافات العربية وفي معظم الوطن العربي مناهة ان يكون لها بيت مستقل لها طفلها هو الاول في العالم طفلها هو حياتها كلها بتضحي بمستقبلها المهني مستقبلها العلمي كتير جدا حتى تجد ان دكتورة في اهم فرق العلم بتقعد عشان الفترة الاولانية في طفلها بتعملها اللي يفت تكونوا معتقدات بقى وكل حاجة بتنقل خبراتها كلها لطفلها باهتمامها بصحيته المرأة في الغرب اهم حاجة بالنسبة له هي حياتها المهنية قد تكون بتعرف حد بتعرف واحد ما بتعرفش واحد لكن اهم حاجة ان يكون حياتها المهنية قدامها هي شايفها وبعد كده الطفل يعني بيجي بفوقت الفراغ ففرق كبير قوي بين المرأتين العربية والغربية طب بالنسبة لمجال او لناحية تربية الطفل المرأة الشرقية بتتميز بايه؟ لا المرأة الشرقية طفلها هو حياتها يعني زي ما الام هي الام طبعا في كل حتة لكن ارتباط الام حتى لما بتيجي البنت تتجوز قد يكون الام بتدور لها على اقرب مكان لها علشان ترعيها يعني حتى مسئولية ما كان في السكن اه في السكن تكون قريبة منها يعني حتى بتتنقل من مكان لاخر الام بتحاول تدور لها دايما على شقة جنب بيتها بحيث انها ترعيها وترعي اطفالها لو هتنزل شغل بتودي بنتها أو بتودي ابنها البيبي اللي بيتعمل ده كله لكن الاطفال عموما هو دايما عندنا في الشرق هم محور الاسرة بمعنى الجدود بيهتموا جدا بالاطفال المصريين بولد ولد ولدهم طبعا اعز الولد ولد ولد طبعا طبعا اه فبيهتم جدا بيه هتبصت لقي الجران نفسهم الحتة العاطفية دي موجودة في المجتمع المصري طبعا لكن زي ما قلت هتبصت لقي الاعتماد الاساسي للمرأة على الطفل ان الغربي للطفل على طول يعني ايه هم فترة الحمل بعد الولادة على طول حضانة ومربية او العالم الخارجي هو اللي بي ايه بي ربيه ولذلك الطفل بتتكون شخصيته مش من امه ده في الغرب في الغرب يعني عندنا مثلا المرأة في سينة اه اه الطفل ما بيشوفش وجهه امه الا بعد سنة عشان تنمي حاسة الشم عند الطفل فدي بتبقى اه موجودة في مناطق كتيرة خصوصا ما هو بدوي يعني تمام طيب اه بالنسبة لله لو احنا قلنا علاقات الافراد داخل المجتمع ايه الفرق بينها وبين في المنطقة العربية وبينها وبين الثقافات الاخرى لا علاقات الافراد ديني امثلة كده من اللي حضارك حضارك حقول لحضارك حقول لحضارك يعني النهاردة اه لو جينا للمورسات بتاعنا اه سيدنا رسول الله وصنا على الجار حتى ظلمت انها سيوريسني فتبص تلاقي قد يكون جارك اقرب منك من اخوك لان قد يكون اخوك ساكن بعيد عنك لكن جارك قريب جارك هو اول واحد يا هتنجده ينجدك تمام وديه اللي موجود عندنا يعني ممكن يشيل يودي للدكتور لكن برا بينتظر على ما تجيله الاسعاف ده الجار اه الجار برا اه يعني لو شافك ويحصل فيك حالة اه هيتلوب لك الاسعاف اه اه الا اذا كان هو دكتور ده بيبقى حظ المريض دي تمام ايه تاني من مواقف الحراك شفتها مثلا برا في العلاقات ما بين افراد المجتمع اه لا انا انا تجربة كنت في ايطاليا في ميلانو وكان جنبي جار مصري تحصك بقى اه اه فعلا دي حقيقة وكان معايا ابني صغير 8 شهور ووديته المستشفى قبل ما وديه المستشفى كان اول واحد جاري اللي نقلني يعني هو اللي خد الطفل اه بالزبط كده خد خدني وخد الاسرة وطلعنا على المستشفى لكن الاطفال هناك لازم يا اسعاف يا اما اذا كان الدكتور جنب منه او هو هياخده بقى ويجري لكن ما بتلاقيش روح الموادة اللي موجودة هنا اه برا الساعة 8 بالليل كله بيخلص شغله كله بيرجع على بيته اه ولذلك يعني او الحياة الموجودة في حد الساعة 8 معظم الحياة الاوروبية في الشوارع برا بتبقى اه سكون غير عادي ما عادة طبعا الاجازات بتاعت السبت والحد تمام بتختلف الحياة تمام اه احنا مثلا الاجازات بنتزاور يعني بتنتظر كشرق بتنتظر يوم الاجازة عشان تتظاور او يوم الجمعة العلاق واللات تتجمع في بيت العيلة او الكلام ده اه لكن هناك هو منتظر اجازته عشان يتفسح لدرجة ان في سويسرا مثلا لو اكتشفوا ان الموظف خصوصا في البنوك لو مخرجش في الاجازة بتاعته يبتدوا يشوفوه هو مخرجش ليه قد يعرض على طبيب نفسي لا والله اه تمام فلازم يهتم جدا ان هو يعمل الوجهند بتاعه وياخده فعلا يعني طب معنا هنا برضو موضوع العائلات ده والخروج يعني جمعة ده هنا الارتباط ولا ايه لا هنا الارتباط بيبقى بالعائلة يعني من مورساتنا الارتباط بالعائلة لكن هناك الارتباط بالفرد يعني حياته كان هو متزوج في حياته هو مراته الجيل الفرند بتاعته هو الارتباط فردي لا يعني يعني عايز اقول ايه انا بتشوف المجتمع برؤية مختلفة اه طبعا يعني لكن احنا لازم المشاهد يعرف الحقيقة اللي الناس عايشها برا اكيد فعشان يعرف الفرق بين جمال المرأة العربية وجمال اخلاقها بالمقارنة بالشخصيات الاخرى او المورسات بتاعتنا او العداد اللي تحضرنا عليه وعادتنا وتقاليدنا غير مختلفة عن العادات التقاليد الاخرى تمام طب في الحفلات في المناسبات فيه اختلافات واضحة لا جدا طبعا اللي يعني عايز اقولك هنا بديني حضرك اكيد حضرت حفلات برد هقولك هقولك في الدول العربية بيبقى فيه فصل دايم بين الرجال والنساء تمام في الحفلات حتى تبص لايزا كان فيه مطربة او دي جي او او اي حاجة من الحاجات دي الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم احنا كمجتمع هنا اعتقد ان كل افرحنا يعني لو ابتدينا من الفرح في الحارة بتبص تلاقي الجران كلهم بيجملوك يعني العلاقات الانسانية اللي موجودة كله بيشارك كله بيشارك فيه كله بيشارك فيه لكن بره بيبقى عازم بالعدد معين عارف بعدد الكراسي لا لو لا اقولك على حاجة لو واحد مثلا حب يازم صاحبه او صديقه او زميله في العمل لازم يبلغ مراته عشان تعمل حسابه في الغداء يعني لازم يتعمل حساب حسابه في البوفي اللي هيتحط اول اللي هياكلوه لكن عندنا انت ممكن اي واحد مننا النهاردة تعالى نتغدى مع بعض يا استاذ يوسف اه 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 وانا عارف حتاك حناكو اللي موجود انت اخد دا لك لكن هناك لازم تحدد عشان بيجي اه طبعا احنا يعني بنيجي نشتري مثلا من السوبر ماركت او من الفكهاني او من الخضري انت بتشتري بالكيلو هو بيشتري بالحب على قده هو ان كان دا شيء صحي لكن الثقافة مختلفة تمام بالنسبة للحفلات فيه مناسبات بيحتفلوا بيها اكتر يعني حاجات غريبة شفتها برا احتفالات مختلفة ما بتحصلش هنا في المنطقة العربية لا اه دا حاجات كثيرة جدا يعني يعني مثلا في تايلاند عيد المية عيد الايه فاندو عيد المياه اه مظاهر احتفاله دا ايه دا اه كل الناس بتمشي في الشارع اي حد ماشي في الشارع بقى راجل ست كبير صغير طفل هتفاجأ ان الناس بترميك بالمية وهم بيترموا بالمية احتفالا بهذا وده كده احتفال ولا ايه لا ولا احتفالا انتظارا ان الامطار الغيس اللي بتنزل لهم بتنزل فبيبقوا فرحانين بيها اه غير مهرجان مثلا الطماطم في اسبانيا حاجة تانية برضو تبص تلاقي قريبا دا اللي بيقعدوا برضو يحدفوا طماطم مع بعض بيحدفوا طماطم مع بعض في اسبانيا لا 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 معصورة يعني كل واحد ممكن تكون واحد ياخد طماطمها خضرة في جب في الدماغ واتحوره اه طبعا لكن الطماطم نفسها بيقعدوا احتفالا بموس اه اه احتفالات مثلا المصارعة السيران تبص تلاقي السيران بتطلق من الحزائر بتاعتها في الشوارع وكله يفضل يجري ويلعب معاها وتجري وراها اللي يتعور بقى هو حظه لحد ما بيوصلوهم لاستاذ المصارع الهند شفت فيها حاجة حركت اه الهند في مهرجان الالوان ده في الهند في الهند مهرجان الالوان مهرجان الالوان في الهند بييجي في وقت معين من السنة بص تلاقي كل اه اه ناس مسكين نوع بوتر معين كده بلون معين موجودة تقريبا الحاجات دي هنا في مصر لا ابتدت تظهر كده في مدارس او في جمهات لا 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 ما ابتظهرش انه انت ماشي في الشارع حتلاقي حدف عليه البدرة وبتاعه وحاجات زي لكن في الهند لها مهرجان وبيقعدوا وبعدين الرئاسات الهندية هناك ما شاء الله يعني ايه اشكال وانواع ومجتمع غريب جدا يعني طيب نوعية الاكل بقى نوعية الاكل في المنطقة العربية ونوعية الاكل برا فايه ثقافة بقى يعني عندك في امريكا عندك في زي ما حركت فضلت قلت جنوب شارع اسيا لهن تايلاند الكلام ده زي ما قلنا مثلا في جنوب افراج ايه الاكلات والفرق بيحفظوا على ايه نوع اكتر وهنا بيشوفوا ايه لو ابتدين بالغرب في امريكا هنلاقي ان معظم الشعب الامريكي عبارة عن جاليات من دول اخرى في جاليات متمسكة بعدتها وتقاليدها داخل هذه الدولة حتى الان بمعنى ده في امريكا هتلاقي المطبخ الصيني وهو اشهر المطابخ موجودة هناك يعني تشاينة تاون ده موجود على طول مثلا في نيورك ناس مطاعم مخصصة للاكل الصيني والمصريين اعتقدت برضو جاي المكسيكان برضو نفس القصة عندهم مطاعمهم المخصصة تمام المطعم العربي موجود هناك بيعتمد على المشويات اكتر المطعم الصيني بيعتمد على السيفوز بيعتمد اه طبعا ازاي يعني هتلاقي هناك المشويات موجودة هتلاقي ده فين في امريكا مطعم مصري لا 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 خلنا نكلم نمط يعني طبيعة الاكل في الثقافات الاخرى وطبعت الاكل في العربي يعني مثلا لا يعني انا عادي اقول لهم احنا عندنا الرز مهمة اوي لا هنيجي الخليجي يقول لك الكفسة الكيميات برق برق تفرق كتير جدا زي ما قلنا لو في اول حلقة ان برق لازم تبلغ مراتك ان انا معايا ضيف تمام لكن احنا بنعمل ايه النهاردة العزومة تمام في رمضان مثلا اليوم الاولاني بيبقى دايما عند الاب هنا الاسرة كلها بتجتمع ممكن الاسرة دي 26 30 واحد وبنبقى مجتمعين في بيت الاخ الكبير تمام بنبقى موجودين في بيت بعدها باسبوع الاخ اللي بعدي هناك لا ما فيش الكلام ده هنخرج يا مناسبة يا مش هنخرج اذا حبيت تعزم حد لازم يبقى في حساب عشان يتعمل حسابه في الاكل طبيقة اكلنا فيه الدسامة فيه متنوعة البهارات مثلا في المطعم الشرقي في الهند حاجات كتير جدا من دي طب الغرب احنا قلنا طبيعة اكلنا الدسامة وكذا طب الغرب الغرب بيعتمد دايما على وجبة فطار وانهي اكل عجبك انا عاية اقولي اكل بره عجبك لا الاكل الصيني لانه بيعتمد على السيفود وده بيبقى صحي اكتر صحي الاوروبا دايما بيبقى سناكس في الفطار وفي العشان والوجبة الرئيسية اللي هي بتبقى وجبة الغدى الحد ما بتبقى ايه تقيلة شوية لكن ما هيش بتقل بتاع الوجبات بتاعتنا بتاعنا فطار غدا عشاء محسوب كلمة الله يعني اه اه واجب كمان وبعدين لو خسيت شوية انت عارف حتلاقي ايه مالك كده لو لو والدتك حتقولك الله انت خاسس كل زود شوية النهاردة لكن برة لا 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 انت حتاكل يتمد على الخضار المسلوق والمشويات البسيطة كده لكن بعكس عندنا يعني نوعات الاكل عندنا مختلفة تماما وطريق التعامل طيب لو قلنا في حاجات مختلفة ما بين طرق الزواج عندنا أو تقاليد الزواج في مصر في الشرق بصفة عامة وبين الغرب إيه أبرز الحاجات أو أفضل النقاط الحركة تكلمنا فيها لا إحنا لو تكلمنا عن الزواج ودي بقى دي مهولوسات ومعتقدات الشعوب بمعنى لو جينا على مصر هنا أو أهم حاجة دلوقتي إحنا نتكلم عليها عادات تكاد تكون مسببة كتير للمشاكل الاجتماعية في مصر بمعنى آه آه يعني النهاردة مورسات الجواز في مصر اللي إحنا متورسينها تمام شبكة مهر مقدم مؤخر آه الحاجات دي كلها المين يجاهز الشقة تجهزها تجهزها موجودة بره الكلام ده مختلفة بشكل تاني إزاي يعني عندنا مثلا الثقافة اليونانية أو الشعب اليوناني العريس اليوناني هو الأوفر حظا في العالم تمام لأنه لا يتكلف في زواجه إلا تلت حاجات ده فين ده بقى في اليونان في اليونان أي معاك أنا حضرت فرح في اليونان تمام فاكتشفت أن العريس سعيد جدا والعروسة هي فرحانة بس أهلها زعلانين ليه بقى البنت مسؤولة نطلع فاصل وأنه بعد كان نكمل على فرح اليونان هتفضل فاصل قصير ونقضل حضراتكم ورجعنا لكم تاني ومع فرح اليونان والتقاليد وعداد الزواج في اليونان مع أستاذ حسين فضل فان كنت بتقول لي حضرت فرح في اليونان فلاقيت أهل العروسة متضايقين والعريس هو المفسوط قبل ده العريس اليوناني بيسمى كده في ضمن العرسان في العالم العريس الأوفر حظم في العالم الأوفر حظم الأوفر حظم في العالم ليه بقى ليه عادت من أيام الفرعنة من الأساطير من الرومان من الأساطير القديمة ومتقصلة في المجتمع اليوناني حتى النهار تمام أقول لك أن العريس لا يدفع ما هذا دي أول حاجة بل بياخد ما تتولى العروسة العريس دي أخد ما العريس بياخد ما ده في اليوناني ها في اليوناني ماشي العروسة أهل العروسة بيقدموا أساس البيت كامل حلو قوي ما عدا سليل قط النوم ماشي هو اللي بياخدار قط النوم على العريس ماشي قط النوم السليل السليل تمام السليل بس تمام كل اللي عليه خاتم الزواج حزاء جميل وفستان الفرح خاتم وجازمة فستان خاتم وجازمة وفستان ده اللي بيتكلفوا العريس ده اللي بيتكلفوا العريس والعروسة مع سليل قط النوم وما عدا كله تمام على العروسة في بقى إيه يعني نقول إيه بقى فيه برضو في نفس تأجيل الفساتين بتحصل هناك يعني عريس بخير كمان أو كده ممكن يأجر فستان الفرح للعروسة وما زالت لحد النهاردة الكلام ده موجود حتى يومينها العريس الأوفر حظر آه وبعدين إيه بقى فيه حاجة بقى في تقاليد الزواج هناك إن العروسة بتحط الحزاء بتاعها عشان يلقي المهنئين كده يحطوا فيها الفلوس يحطوا هدايا جنب منها هدايا الجواد آه بتحطها بره على باب الشقة فبتتحط الحاجات دي بيلبموها بقى بعد كده ده حلو أول كلام آه ده العريس الأوفر حظر آه فيه حاجة تاني في الجواد فيه برضو يا كاد يكون زيه العريس الهندي في بعض الثقافات إحنا عارفين إن الهند مثلا الهند خليط خليط كبير جدا تمام لدرجة إن فيها أكتر من 90 ديانة زي ما معظم السادة المشاهدين عارفين تمام فيها أكتر من 90 ديانة فبالتالي الثقافات مختلفة في نفس هذا الموضوع بمعنى إن الطبقات لا تتزوج من بعضها بمعنى إن الراجل ممكن يتزوج فتاة من طبقة أقل منه اجتماعيا وقتصاديا ممكن يتزوج فتاة سدادا لدين تخليص حق الخطبة الخطبة بتبتدي من ممكن يكون أطفال في اللفة ده في الهند في الهند موجودة تعرف إن هنا حصل حاجة زي كده وإن كان موجود عندنا في مصر وغالبا بيبقى أولاد العام تجار وكلام على الكلام أو برضو عشان ارتباط بيبقى ارتباط أسري لتأكيد الارتباط الاقتصادي ده موجود في هناك هناك ما يقدرش يخرج الشاب إنه يروح يخطب لازم أهله اللي يخطبه وإلا تعرض لغضب الآلهة عندهم خصوصا في السيخ تقريبا السيخ كده العرص عند الهندوس مثلا بيبقى ضخم جدا ضخم بفضاعة يعني بيبقى سرادق كبير جدا أو حتة أرض كبيرة جدا بيتم فيها العرص وكله بيرقص وقابليها برضو عندهم ليلة الحنة زي عندنا في مصر ده الهند عندهم الحنة زينا آه آه ده هند وده برضو موجود في بعض الدول العربية أو في كل الدول العربية تقريبا إحنا عادتنا ما اختلفتش غير في تفاصيل بسيطة لكن هي تقريبا لازم الخطبة ولازم الكلام ده بعض العائلات في مصر هنا ما ينفعش تروح تخطب أهلك اللي يخطبوه لك تمام لكن في الدول العربية غالبا بيبقى برضو عن طريق الأهل والأقار تمام وبعدين العروسة ليلة القابل الفرح بالأدين بتتعمل بالحنة وبتلبس الساري الهندي اللي احنا الجميل اللي احنا كلنا عارفينه دايما بألوانه الزهية وهي اللي بتحط لها المكياج الام وبعدين العريس بيجي على حصان ده اخد ده لكن ده في الطبقات العليا وبعدين فيه بيبقى لازم يبقى فيه طفل على رقابته أطواق من الظهور تبركا بأن داخل على مرحلة جديدة وأن الأطفال وامتداد هي امتداد الحياة فيه حتة دليل على ايه؟ جزء الهندي دي دليل على عزرية العروسة دواج يعني يعني انه ما جوزتش قبل كده يعني آه ما زالت بيك رشيدة تمام يعني وبعدين بتبتدي بقى كاهن يعقد الزواج؟ طب معلش يا صاحنا كنت حرك قلتلي عايزة أعرف هل فيه فرق بين عدد التقاليد مثلا بين مصر وبلاد تانية عربية؟ يعني منطقة العربية كلها موحدة في حاجة؟ مختلفة في حاجة؟ لا هي هي المنطقة العربية تكاد تكون آه كاملة في خطوات الزواج لكن اختلاف المهور طبقا للمستوى الاجتماعي والمستوى الأسري اللي هي عائلة كبيرة عائلة صغيرة آه عايز عايز راجل آه عارف انه هيحافظ على بنته ممكن خصوصا عندنا في مصر يعني ممكن هتلاقي راجل لما يلاقي شاب كويس آه بي بيتنزل عن حاجات كتير والعداد التقاليد الزواج يعني عندنا عندنا في المغرب عندنا في المغرب مثلا آه موعد عقد القرام بيتحدد بعد ثلاث أسابيع من الخطوبة تمام يعني كتب الكتاب بيبقى دائما بعد ثلاث أسابيع من الخطوبة في عجلة كتب للفرح في عجلة كتب وتونس فيها حاجة؟ تونس تونس آه تونس فيها حاجة هي إيه؟ اسمها السلة أو القفة دي بتتحط العريس أهل العريس وأهل العروسة والأصدقاء بيحطوا لهم فيها الهدايا سواء فلوس أو 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 ولا يعلم محتواها إلا أهل أهل العريس أهل العريس والعروسة بس دي ما حدش يعرفها خالص في نهاية الحلقة باشكر حرارك أستاذ حسين بجد أفتنا في نهاية الحلقة كانت حلقة خفيفة كده تكلمنا عن عادات التقاليد المختلفة بين الثقافة الثقافة العربية أو مورثات العربية والمصرية واجهة الخصوصة بين الثقافات الأخرى الغربية استعانى أبو أستاذ حسين سافر أكتر من ستين دولة قدمينا بعض اللقطات كده من كل دولة من الدول في العداد في التقاليد في تربية الأبناء في الأكل يارب نكون أفدناكم حلقة خفيفة عليكم والألقاء في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة